اولا تحياتي لملك المغرب وتحياتي لشعب المغرب شعب طيب شعب جميل وجودي النهاردة جاي اتكرم في الايفنت دوت كنت هاجي السنة اللي فاتت ما قدرتش هاجي السنة دي جيت وده تاني مرة باتكرم في المغرب بالنسبة للقفطان والازياء المغربية وانت جاي تحضرين لليوم القفطان المغربي انا بحب جدا الافتان المغربي مميز وطبعا حبيته اكتر النهاردة لان فيه اتفاقية بين مصممة الازياء الموجودة لصفاء كريستال عصفور وبين كريستال عصفور كل الاحجار دي كلها كريستال عصفور في مصر فده بسطتي جدا بين مصر وبين طبعا بين المغرب انبسطتي جدا عشان كده لبستي يومين افتان مغربي جنب ان هو افتان المغربي افتان مميز جدا من غير ما تقول انه اللبس ده مغربي هو مسير اولا متغطي ومسير في نفس الوقت يعني شيك ومن غير ما تقول ان ده اللبس مغربي هو معروف انه هو مغربي فده حاجة مهمة جدا زي مصر الفرعنة اللبس الفرعني الفرعنة زي الميلايا اللب معروف انه مصرية فمن غير ما تقول اللبس اللي انت لابسه ايه هتعرف هتقول ان ده من المغرب يعني علاقتك بالفنانين وبأهلو هناك علاقة بين الفنان المغاربة وفي فيها بدون اكيد ان انا فنانة وانا بحب كل الفنانين المغربة صحابي كلهم انا بحبهم جدا بنكن لبعدنا كل احترام وكل حب اكيد ان السيزون الجاي ان شاء الله الامل جاية حاجة اعرض مصرحية ان شاء الله في المغرب وكان فيه كلام ان احنا ممكن نعمل عمل بين المغربي اللي متمثيل بين مغرب وبين المصر فرعنة ان شاء الله اعمله بيذنك يا رب الاخر سؤال تعلاقك بالعلاقتك بالسوشيال ميديا مؤخرا تكاترت هي كتير جدا ما شاء الله الله هو اكبر عشان ما حدش يقر علي طبعا ان انا فيه تواصل يومي يومي بيني وبين السوشيال ميديا من كل ألحاء العالم وان انا مش على مستوى الميدل ايست لكن انا على مستوى العالم الاوروبي كله عشان كراقصة شرقية فانا طبعا عندي فيه مدارس كتير بتتبعني مش حاجة جديدة علي المدارس كلها في كل انحاء العالم بتتبع في في عبدو فعشان كده عندي متابعة كبيرة جدا وعندي مصدقية للي بقدمه كل يوم للشوشيال ميديا طبعا اكيد ان انا بقدمه كل مصدقية وكل حب اخر كلمة مرسي بحبكو قوية حبيت جلالة الملك حبيت شعب المغرب حبيتكو جدا من اول ما جيت من المطار لغاية هنا انا بحبكو قوي ومع تحيات في في عبدو خمسة وموة يلا اهيه اشتركوا في القناة